العين الصهيونية على المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني والثالثة لا تزال ضمن الهواجس في مسرح العمليتين يبحث اليمن عن توسيع مساحة الحصار البحري مع الاعتماد الصهيوني على طريق الرجاء الصالح وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط بعد خروج ملاحته عن ساحة البحر الأحمر تؤكد هذه الحقيقة شركة ميرسك وهي من أكبر شركات الشحن في العالم وقد نالت نصيبها من النيران اليمنية على اعتبار ارتباطها بالعدو الإسرائيلي تقول الشركة في توضيح لها قبل عيام إن التصعيد البحري فرض عليها تعديل مسارها من البحر الأحمر بصورة دائمة مع تسجيلها خسارة فصلية للمرة الثالثة على التوالي فيما يتعلق بشحن الحاويات عبر المحيطات ولذلك يقول الرئيس التنفيذي للشركة إن ميرسك تسعى لتعويض التكاليف الكبيرة عبر العملاء ما يعني ارتفاعا في كلف الشحن وحكما ارتفاع أسعار المواد المستوردة سواء في الكيان الإسرائيلي أو الدول التي تعتمد على سفن الشركة ومع تتشين مرحلة التصعيد الرابعة تحضر التساؤلات عن أسباب انتقال اليمن من مرحلة إلى أخرى ولماذا تصنف في خانة الإنجازات وأين موقع التحالف الغربي بقيادة واشنطن من هذه المراحل الانتقال من مرحلة إلى أخرى يرتبط أولا بتحقيق أهداف المرحلة السابقة ثم بسلوك العدو الإسرائيلي في قطاع غزة فاليمن صنع انتصارا تاريخيا بفرض حظر كامل على السفن الإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر ثم السفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية وقد تسبب الحظر بتعطيل ميناء أم الرشراش ليتحقق الإنجاز رغم المحاولات الأمريكية البريطانية الأوروبية لتعطيله عبر تحالفات بحرية ثم عدوان أسكري على اليمن انتقلت السفن الصهيونية ثم الأمريكية والبريطانية إلى طريق رأس الرجاء الصالح وبالتالي غابت عن ساحة البحر الأحمر إلا بشكل محدود عبر التمويه الأمريكي هذا التراجع الكبير في حركته يعني بنسبة 80% أليس هو الذي انخفضت حركته ليست عملياتنا هي التي انخفضت غياب الحركة الملاحية للعدو بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة دفع باليمن للانتقال إلى المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح قرار التصعيد يترجم الالتزام اليمني بإسناد الشعب الفلسطيني حتى خارج حدوده البحرية وهو ما يعكس تطور القدرات العسكرية ترجمة لما أعلنه السيد القائد مع بدء العدوان الأمريكي البريطاني ولذلك نحن نؤكد للعالم أجمع أن العدوان الأمريكي البريطاني سيسهم أكثر وأكثر كلما استمر في تطوير قدراتنا العسكرية بشكل الأمر الانتقال إلى المرحلة الرابعة يرتبط بتطوير القدرات اليمنية ثم بقرار توسيع الحصار على الكيان الإسرائيلي مع تواصل العدوان على غزة والتهديد بعملية عسكرية في رفح والأيام المقبلة كفيلة بترجمة هذه المرحلة مع التحضير لمروحة أوسع وأكثر فاعلية من الخيارات المساندة لغزة